يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقول باستغفار والدك لك صحيح الإمام الألبني في الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث بها نفسه مات على شعب من نفاق صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبه وأشار بيده على أنفه واليادين والركبتين وأطراف القدمين صحيح الإمام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطياه ولو كانت مثل زبد البحر صحيح الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادي ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الطراب ويتوب الله على من تاب بصحيح الإمام مسلم